رسالة للداخل والخارج ده فعلا وجود الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة في محافظة شمال سينة ومعاه هذا العدد الغفير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والنواب والصحفيين والزمل المزيعين ورؤساء التحرير إلى آخره في شمال سينة رسالة للكل زي ما زمان في 2018 بدأنا عملية شملة لتطهير سينة من الإرهاب جيش مصر وشغطة مصر والمصريين في سينة أهلين السينوية يعني النهاردة بنعمل العملية الشملة لتنمية سينة من غربها لحد آخر نقطة في شرقها فهمنا فهمنا بيعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري من محافظة شمال سينة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق المرحلة التانية من تنمية شمال سينة وبيأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى في فبراير اللي فات اللي هو عشرين تلاتة وعشرين وده عقب الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية شمال سينة في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذه الزيارة بتاعت النهاردة الصبح أشار إلى أنه الخطة المستهدف تنفذها في شمال سينة خلال خمس سنين هتكون في ست مراكز بالمحافظات بتكلفة كان بقى تلتمية تلاتة وستين مليار جنيه اللهم بارك اسمع دكتور مصطفى قال إيه فبراير لما سيادة الرئيس في أثناء استفاف المعدات اللي شاركت في أعماله أو اللي أعلن أنه هتنزل وتشارك في أعمال تنمية وأعمار سينة أطلق أنه هيبقى فيه خطة التطوير الاستراتيجي هتبدأ الدولة تعلن عنها وتنفذها الدولة المصرية وهنا أنا مش بكلم على سينة بس أنا يعني أنا بكلم بحكم أن أنا موجود في شمال سينة أنا هنا بكلم فقط على ما حيتم في شمال سينة وليس في جزيرة سيناء كلها الرؤية اللي هتبقى موجودة النهاردة رؤية شاملة بتشمل كل مناحي الحياة في شمال سينة عشان زي ما بنعمل عملية التطوير اللي حضركم تبعتوها في كل حطة في مصر شمال سينة هتبقى إن شاء الله من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء على أعلى مستوى في كل التخطيط والتنفيذ اللي هيتم على هذه الأرض المباركة إن شاء الله إحنا بنتكلم على حجم إذا كنا بنقول إن اللي كان نصيب شمال سينة من العشر سنين اللي فاتت 283 مليار إحنا بنتكلم إن الخطة الجاية اللي بنستهدف في خمس سنين إن إحنا ننفذها بنتكلم على 363 مليار إيه السبب وراء إنه كل الناس دي موجودة مع دكتور مصطفى؟ يعني ده مش بس تعقباً على الكلمة لأننا شرحت الكلمة قبل ما كان دكتور مصطفى نشوف الجزء ده منها إيه السبب وراء وموجود كل الناس دولي؟ بمنتهى البساطة دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس جايب كل الناس دي اللي بتمثل كل طواقف الشعب المصري فنانين مثقفين كتاب مزعين رؤساء التحرير سياسيين رجال أعمال مجلس نواب مجلس شيوخ إلخ 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 علشان تبقى الرسالة واضحة قدام الكل إحنا مش وقفين ومش هنقف ده واحد اتنين علشان كثرة الكلام وكثرة اللغط قادي الوضع قدام حضراتكم عياناً بياناً سينة الحمد لله زي الفل آمنة هادئة مستقرة طيب سينة بتتعمر بإيد ولادها طيب سينة هتتعمر بإيد كل المصريين بفلوس كل المصريين إطلاق خطة مش هقولك طموحة ولا خطة حالمة إطلاق خطة بهذه الواقعية لكن بهذا الحجم ودي مرحلتها التانية معناها أنه إحنا شايفين الطريق ومكملين عليه وأنه الأوضاع هتفضل مستقرة بصوا يا جماعة من الآخر كده يعني اللي بيحصل في سينة ده بيقول والله العظيم ما فيه تهجير انطبقت السمع على الأرض ما فيه تهجير ده من الآخر كده اتنين وما فيهش ألأ الرئيس قالها في الملتقى الصناعي ما تقلقوش ويعيشوا حياتكو عادي جدا مصر دولة قوية جدا طب هي قوية جدا بس يا فندم بجيشها لا الرئيس أنا بيقولك إيه لا نقول كام تلتمائة تلاتة وستين مليار لو أنا فكر الرقم اللي شفناه لسه حالا من شوية مع دكتور مصطفى في البريزنتيشن اللي كانت معمولة دي دولة خايفة او قلقة اه تلاتة وستين هل دي دولة خايفة لا قلقة لا متوترة لا تنظر الى انه ده احتمال يجرى كذا او كذا لا مفيش مش هيحصل ولا حد في الدنيا يقدر يخلي ده يحصل مش بس كده هي دولة لديها خطة وتصور اقتصادي واضح للمرحلة اللي جاية الخمس ست سنين اللي جايين دول واضحين وضوح الكريستال عارف انت كريستال كلير هم كده